نهاية الموجزة نعود الآن إلى الزميل العادل ومسائية دي دابليو إلى اللقاء تحول القتال الدائر في مدينة حلب السورية وريفها خلال الأيام القليلة الماضية إلى معركة معصيرية لطرفين نزاعي في سوريا فكيف يبدو الوضع الميداني في حلب في ظل تضارب المعطيات والتسريحات من جانبين وكيف تحول المشهد العسكري بسرعة خارقة في حلب فبعد أن كان النظام يعلن عن ممرات آمنة للمدنيين ويضع شروطا صارمة للاستسلام أمام المقاتلين المحاصرين قالب هؤلاء الوضع رأسا على عقب وباتوا يتحدثون عن معركة استعادة حلب كاملة كيف ستنعكس معركة حلب على مفاوضات جنيف السورية السورية المرتقبة في نهاية هذا الشهر أسئلة ضمن أخرى نطرحها للنقاش مع ضيوفي في هذا الجزء معنا من إستنبول المحلل العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد الياس فرحات ومن إستنبول أظن من بيروت معنا الساد العميد الياس فرحات ومن إستنبول ينضم إلينا المحلل العسكري الاستراتيجي العميد أحمد رحال وقبل أن نقود معكم في النقاش نتوجه إلى كوفنتري بالقرب من لندن معنا من هناك رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن أستاذ رامي بحكم أنكم مطلعون بشكل جيد على الأوضاع في سوريا هل وضعتنا في سورة الوضع الميداني الآن في حلب؟ نعم طبعا حلب بعدما ذكرت في تقريرك أن النظام كان عرض فتح ممرات أمنية عن موسيا والنظام حقيقة نظر وإذا به اليوم في مأزخ وليس لديه ممر آمن إلا ممر وحيد باتجاه طريق الكستيلو لإدخال مساعدات الإنسانية وأدخل العزاد والمحروقات إلى أحياء حلب الرعبية اليوم القسم الجنوبي الغربي من مدينة حلب الكليات مجمع الكليات حيرة موسى بحتى طحف سيطرة الفصال الإسلامية والمقاتلة أي جيش فتح حلب وعفوا غرفة فتح حلب وجيش الفتح ومكومة جبهة فتح الشام وفصال أخرى بالإضافة للتركستان في هذه العملية النظام بات في مأزخ كبير ما جمع في السادس من الشهر الجالي في مدينة حلب سكت سابقا كما ضربة قاسمة مؤقتة أو دائما لا نعلم لحزب الله لبناني لقوات النظام للإيرانيين على ذكر هذا التساؤل مؤقتة أما حاسمة أستاذ رامي هناك تساؤل حول طريق الإمدادات بنسبة المعارضة هل تم تأمينه من قبل فسائل المعارضة؟ حياء حلل الشرقية جرى فتح ممر عسكري لا يوجد طريق ممر آمن للمدنيين كون أن هذه المنطقة مرصودة بشكل كبير جدا من قبل الطائرات الروسية من قبل مدفعية للنظام والنظام يعمل على تدمير هذه المنطقة من أجل أن تبقى حياء حلل الشرقية مخاصرة والفايل هي لا تزال مخاصرة لأنه لم يدخل إليها مواد لذائية وطبية ومحروقات وهناك أزمة إنسانية في هذه الأحياء المحاصرة النظائية من قبل قوات النظام والروس لكن المقرب الآخر قوات النظام جاءت دعفيزات أمس واليوم من حزب الله لبناني من الجبائع العراقيين من إشياء الحرف السوري جاءوا بهم إلى حلب وعريف حلب الجنوبي في إطار التحضير للجولة القادمة من معركة حلب الكبرى وأنا قلت سابقا أن هذه المعركة هي معركة مصير من ينتصر فيها شرطا ينتصر في المدى المنظور ومن ينكسر شرطا ينكسر في المدى المنظور وهي معركة سورية ولكن بذات وقت أقليدية ودولية شكرا جزيلا لك الأستاذ رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان كنت معنا واشترا من كوفنتري قرب لندن شكرا لك لمشاركتنا الجزء الأول من مسائية دي دابليو وقبل أن نتوجه بسؤال الذي طرحه الأستاذ رامي حول أهمية معركة حلب الاستراتيجية بالنسبة لمستقبل الصراع نسأل الأستاذ أحمد رحال معنا من إستنبول أستاذ سعد العميد هذا التغير السريع في المشهد في حلب عسكريا كيف يمكن تفسيره؟ يعني قد يكون عسكريا أو قد يكون أعلاميا أفوان غائب عن الأعلام لكن على وقاء على الأرض هذه معركة ليست وليدة اللحظة هناك تحضيرات كانت على مدى أشهر لكن ما حصل في مدينة حلب الخيار العسكري الذي اعتمدته طهران والحصار الذي نفزه على مدينة حلب عجل وسرع في إحداث سلك المعركة مع توقف المفاوضات كان من الواضح أن هناك خيار عسكري اعتمد من قبل دمشق وطهران ووافقت عليه موسكو والضاحية الجنوبية لذلك وجدنا من أن هناك عملية تغيير وضرورة إحداث عمل عسكري أولا لفق الحصار عن أكثر من أربعمائة ألف مواطن حصروا في مدينة حلب الأمر الآخر إفشال الخيار العسكري وأثبات من أن السورية قادرة على تبديل الأوضاع وقادرة على تغيير موازين القوى العسكرية على الأرض أما على الأرض كيف تم ميدانيا كيف تم هذا الانتصار فأعتقد أنه من الواضح أن الاعتماد على أبناء المنطقة العارفون بمسرح الأعمال العسكرية العارفون بتضاريس المنطقة هذه النقطة إرادة القتال التي يتمتع بها الثوار في القتال أمام مرتزقة من كل إنحاء العالم النقطة الثالثة للضباط العسكري الذي أبديها من قبل جيش الفتح ومن قبل غرفة عمليات فتح حلب عبر غرفة عمليات واحدة التكتيك العسكري الذي يعتمد بعد استطلاع دقيق ومتوازن استطاع معرفة نقاط القوى والضعف لدى الخصم وتحديد محاور التحرك السيطرة على التلال الحاكمة واتباع تكتيك الخرق في المنتصف ثم التوسع نحو الأجناب لكن أيضا كانت هناك عوامل من قبل الخصم ومن قبل العدو ساعدة الفصائل أولاها كانت للهيار السريع لكل الخطوط الدفاعية أمام ضربات السوار النقطة الثانية كان غياب كامل وتشتت لمنظومة القيادة والسيطرة باعتبار أن هناك أكثر من غرفة تسيطر هناك من يتبع لحزب الله هناك من يتبع لإيران هناك من يتبع لمرتزقة من الشيشان والأفغان هناك ميليشيات الأساد وهناك الطيران الروسي في السماء يبدو أنه لم تكن هناك عملية ترتيب أو ضاع وغرفة عمليات تقود الأعمال وبالتالي وجدنا هذا التخبط أمام ضربات السوار التي استطعت إحداث هذا الخرق وعملية القتال على جبهة بعرض 20 كيلومتر وباختراق وصل إلى 9 كيلومتر كان مصدر تساؤل لسد الرحال في الحقيقة هو هذه السرعة في التغير في المشهد الميداني في حلب ولهذا التساؤل بالنسبة للمراقبين قبل أيام فقط النظام يضع شروط أمام المقاتلين للاستسلام ويضع ممرة آمنة وفي وقت قياسي تقريبا يتغير المشهد رأسا على عقب وهنا تساؤل كيف تغير بهذه السرعة وإجازة حتى نتيح المجال لأستاذ فرحات معنا من الواضح أن التساؤل أو عملية الاستغراب هي أمر حقيقي لأن جهود ستة أشهر من الجهود الإيرانية والجهود كل المرتزقة التي سانت الأسد وطيران الروسي الذي لم يغبع سماء المنطقة عملية السيطرة على الكستيلو قلنا من أن هذا الأمر لن يدوم ومن أن هناك تحضيرات ومن أن عملية خلق ممرات الموت التي سماها تشويق وزير الدفاع الروسي ممرات آمنة لن تكون هي نهاية المطاف وأعود للقول من أن الاعتماد على أبناء المنطقة الاعتماد على من يعرف في جغرافية المنطقة هناك مقولة عسكرية تقول قتلت أرض جاهلها وقتل أرض عالمها وبالتالي هذا الأمر بالإضافة إلى أرادة القتال بالإضافة إلى عزيمة والتصدي الذي أوداه المستوار وحتميه تفك الحصار أعتقد أنها كامل تعامل معنوي إضافة للعامل القتالي الذي سامى بهذا الانتصار إذن دعنا نشارك معنا سعاد العميد إلياس فرحات من العاصمة اللبنانية بيروت سعاد فرحات سؤال لكم أيضا كيف يمكن تفسير هذا التغير الدراماتيكي في المشهد العسكري في حلب بتلك السرعة عسكريا يعني بمتابعة ما جرى في حلب منذ نحو شهر تقريبا نجد أن الجيش السوري وقوة المتحالفة معه استطعت خلال أسبوعين أو ثلاثة من احتلال مناطق مزارع الملاح في الشمال وطريق كستلو ووصلها بالليرمون ثم السيطرة على حي بني زيد خلال عمليات قتالية استمرت نحو شهر تقريبا وانتهت بحصار الحياء الشرقية في حلب هذه العمليات تمت يعني بعمل يعني عمال قتالية عادية كلاسيكية فيها هجوم وفيها احتلال وفيها قصف إلى أن انتهت بالسيطرة على منطقة ما بين الليرمون والكستلو وحي بني زيد والاطباق على الحلب الشرقية لكن ما جرى في جنوب حلب هو أن توازن القوى هنا تغير الجبهة التي طولها نحو عشرين كيلومتر جاء إليها في مقدمتها أولا سيطر عليها جيش الفتح بتشكيلته المؤلفة من تنظيم القاعدة في بلاد الشام المعروف باسم جبهة النصرة وغير اسمه الظواهر إلى جبهة فتح الشام ثم تكتاب تركستان الإسلامية وهما الفصلان الكبريان في هذه المعركة تقدم المهاجمون عربات مليئة بالمتفجرات ومفخخة وبدأت السيارات مفخخة تنفجر بكميات كبيرة وهذا ما أدى إلى روع كبير في المنطقة وتقدم للعناصر الانتحاريين إلى الأمام هذا الاسلوب أعتقد اسلوب ناجح جدا وإذا استمر يسيطر على الوضع العسكري ليس فقط في حلب إنما في مراتك أخرى استخدام الانتحاريين بهذا الشكل غير مسبوق في التاريخ العسكري وخصوصا في تعبئة ننقلات الجنود بكميات من المتفجرات وهذا ما أدى إلى تغير دراماتيكي في المشهد العسكري أعتقد أننا اليوم أمام محاولات جديدة من قوات جيش الفتح لتوسيع الثغرة نحو حلب الشرقية بهذه الطريقة التي لا يمكن مقاومتها إلا باستخدام طائرات الهليكوبتر التي تصطاد الدبابات والآليات وحتى الآن هذه الطائرات لم نشاهدها في الأجواء ولم نشاهدها أي من المراقبون ما يقوم به الروس حاليا هم يضربون الأنساق الثانية من القوة الأنساق الثانية أقول الأنساق الثانية تجمعات القوة من سراقب إلى الخلصة إلى خان طمان إلى خان العسل يعني لوقف إمداد القوات جيش الفتح بالعناصر لكن هذا نزال ومعركة وقد يتطلب أيام أو أسابيع لينجل الموقف لأن هناك شبه توازن الجو لروسيا وسوريا والأرض والانتحاريين لجيش الفتح وكتاب الترستان على ذكر الجو بذلك أبدا على ذكر الجو أستاذ فرحات يعني القوات النظامية والميشيات المناصرة لها التي تدافع إلى جانبها يعني تتمتع بغطاء جوي قوي من روسيا ومن القوات النظامية ورغم ذلك عاجزت عن الصمود هناك في مواقعها وانهارت بذلك الشكل كما ذكر الأستاذ رحال قبل قليل وهنا المصدر تساؤل يعني العملية الانتحارية كانت دائما لا يمكن يعني الاعتماد عليها لتفسير هذا المتغير السريع في حلب أليس كذلك لا يمكن جدا الاعتماد على العملية الانتحارية خصوصا إذا جاءت من عربات مفخخة وقد استخدمت هذه العربات في جبهات عديدة في معارك كسب وفي معارك أخرى وكانت نتيجتها شبح حاسمة في المعركة لا نستهين بكمية 2 أو 3 طوم متفجرات تنفجر فتعمل مقعة تدمير نحو بشعاع 100 متر على الأقل يمكن للمشات عندها أن يتقدم وهذا أمر لا يجوز الاستهانة به وهذه قدرات كبيرة لدى جيش الفتح لا يمكن الاستهانة بها ولا تجنب الحديث عنها طيب أستاذ رحال تساؤل الذي طرح قبل قليل موسى الدرامي عبد الرحمن ومنكم أيضا تساؤل عن هذا المتغير هل هو آني أم أنه ينذر بتحول استراتيجي على الميدان أولا نقطة مبدئية أقول أن العمليات الانتحارية أو العمليات المفخخة ليست بجديدة على السورة السورية هي منذ ثلاث سنوات تستخدم من قبل الفصائل التي تؤمن بهذه العقيدة وأيضا هناك نقطة أخرى يعني تلك المفخخات لا تشكل يعني والعميد الياس ضابط بالجيش ويدرك هذه المقولة لا تشكل نقطة في بحر الغطاء الجوي عندما نقول أن هناك يوميا أكثر من ستمائة طلعة جوية لطيران الأسد وللطيران الروسي وللقازفات القادمة من موسكو مباشرة للقصف في حلب وبقية الجبهات وبإضافة إلى الحوامات التي ألقت خلال ستة أيام ما يزيد عن ألف برميل وهي لا تقول عن المفخخات لذلك لا أعتقد أن عامل المفخخات هو كان العامل الحاسم بل إرادة القتال والقدرة على الصمود والقدرة على المتابعة والقدرة على ضبط المعركة والتحضير الجيد والتأمينات الجيدة هي من أمنت تلك المعركة بالعودة إلى السؤال أخي الكريم أن يكون هذا العمل مؤقت أو دائم أنا قلت منذ البداية أن هذه المعركة أتت بهدفين الهدف الأول هو فك الحصار وكسر طوق الحصار عن أربعمائة ألف الهدف الثاني هو إفشال مخطط إيران باعتماد الخيار العسكري في السورة السورية والآن الشعب السوري قال كلمته عبر فصائل السورة السورية لأنه ليس جبهة النصر أو جبهة فتح الشام هي فصيل من أصل أكثر من خمسة وثلاثين فصيل يقاتل في مدينة حلب قالت كلمتها من أن كل ما تم إنجازه هو في سبيل إفشال خيارات العسكرية وهو يوضع أمام المجتمع الدولي من أجل تطبيق القرار 2018 وتأمين عملية الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية ولن تكون هناك عمليات قتال فيما بعد إذا ما كان المجتمع الدولي جاد أما إذا كان هناك عملية متابعة في القتال فأعتقد أنه مساء الأمس تم أعلان الجزء الثاني من العملية قلنا أن الهدف الاستراتيجي هو تحرير مدينة حلب الأهداف العملياتية كان الهدف الأول هو فق الحصار وأطباق الحصار وتم هذا الأمر والآن نحن في سبيل التحضير إلى الجزء الثاني الذي يتضمن فتح عدة محاور نتحفظ عن ذكرها الآن وستكون هناك عمليات بدأت منذ الأمس بإعلان مشروعات للتلاف شقة الحمدانية حيث صلاح الدين مناطق عسكرية للمتابعة في تحرير بقية أحياء حلب الغربية طيب دعنا نأخذ برأي الأستاذ العميد المتقاعد الياس فرحات من بيروت يعني ما هي قراءتكم هنا نحن أمام تحول استراتيجي في النهج التكتيك العسكري للمعارضة وفسائلها في حلب أمن الأمر ما يزال موضوع كر وفر لا أعتقد أنه أكثر من كر وفر هنا أريد أن ألفط النظر إلى أن معارك بين الكاستيلو وليلمون لم يجري فيها مفخخات من قبل عناصر المعارضة ثم أن الغطاء الجوي استفادت منه القوات النظامية السورية والمتحالفة معها في سبيل إقفال الحدود من الجهة الشمالية الوضع مختلف في الجنوب هناك المفخخات السيارات المفخخة يعني لا تزال هي الإسلوب الناجح لدى قوات جيش الفتح وأعتقد أنه إذا استمر هذا الإسلوب في العربات المفخخة فإننا سنجد أيضا تقدما لجيش الفتح ليس فقط في هذه المنطقة بل في مناطق عديدة أيضا في سوريا تماما مثل ما داعش تستعمل يعني أسلوب الصدمة والروع هذا هذا الإسلوب بالمفخخات أكثر من أسلوب داعش وأقوى من أسلوب داعش في القتال يعني أستاذ فرحات يعني يبقى تساؤل لماذا يصر الطرفان الاعتبار معركة حلب مصيرية بالنسبة لهما وبالنسبة لمستقبل الوضع الميداني في سوريا لماذا هذه الأهمية الاستراتيجية بحسب قراءتكم أولا حلب هي المدينة الثانية في سوريا وهي شبه عاصمة اقتصادية وهي مدينة عريقة وفيها يعني عدد سكان مع المحافظة نحو 4 إلى 6 ملايين نسمة وتشكل ثقلا كبير ومن سيطر عليها يعتبر كأنه سيطر على شمال سوريا تقريبا لذلك كلا الفريقين يسعى للسيطرة عليها وفي الأساس يعني عندما كانت الحلب معظمها تحت سيطرة قوات المعارضة عام 2013 كانت قوات الحكومية السورية محصورة في جزء الغربي فقط ثم تقدمت قوات الجيش السوري من الجهة الشرقية والشمالية ووصلت إلى نبل والزهراء ثم إلى الريف الجنوبي الغربي يعني الكل يريد حلب بسبب أهميتها استراتيجية واليوم نرى أن المعارضة يعني وجيش الفتح تحديدا الذي نجح في السيطرة على إدلب وجسر الشهور يعني أتى بكل قوته لمحاولة استعادة مدينة حلب وفي ظل إصرار الفريقين على مدينة حلب سنشهد قتالا عنيفا جدا خلال الأيام والأسابيع المقبلة لكي ينجل غبار المعركة من يحسم هذه المعركة هو تدخل أمريكي روسي جاد في الموضوع على ذكر غير تدخل أمريكي روسي لا يحصل شيء هذا التدخل الأمريكي الروسي كان هذا تساؤل في الحقيقة وإن بإجاز سيد فرحات من فضلك هل نحن في معركة حلب هنا أمام قرار إقليمي أو دولي أم أنه قرار سوري محط لا لا هذا ليس حتى في الإقليم لا يوجد من يديه القرار يعني رغم أن تركيا هي الأرض التي تستضيف هؤلاء المسلحين فأنها لا تستضيفهم بإرادتها وحدها هناك الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلسي وهناك الاتحاد الروسي وإيران يعني هؤلاء الفريقان الذين يتواجهان حاليا يعني الشعب السوري يذهب كما يقولون في لبنان فرع عملي بين اثنين الولايات المتحدة جيشها يحارب باسم المعارضة باسم جيش الفتح وأيضا الاتحاد الروسي وإيران تحارب بالقوات السورية وقوات حزب الله وقوات رديفة أخرى طيب أستاذ رحال معنا من إستنبول وأنتم المقربون لأجواء المعارضة السورية كان من لافتة اليوم في تصريحات رئيس الاتلاف سوري المعارض أنس العبدال الذي قال بأن السيطرة على حلب مسألة وقت فقط بعدها بقليل يأتي تصريح من واشنطن يقول أن حسب معركة حلب لن يكون سريعا هل نحن أمام هنا توافق بين الاتلاف والقوى الإقليمية والدولية الدعمة له يعني أولا دعني أعقب على الموضوع لماذا حلب حلب هي العاصمة الاقتصادية للسورية حلب هي السقل البشري في مدينة حلب إذا ما تحدثنا حتى الآن ورغم القتال هناك لدينا مليون ونص داخل مدينة حلب حلب هي من طبط المشروع التقسيم في السيطرة عليها لأن هناك مشاريع تريد تقسيم سوريا ما بين شمال كردي وبين وسط وبين جنوب وغرب والمسميات الأخرى لذلك كانت حلب هي الأهمية أيضا حلب إذا ما تم السيطرة عليها من قبل السورة السورية وتم تحريرها فقد تصبح مدينة منغازي وتعيد السيناريو الليبي في عملية الكر والتوجه نحو مدينة دمشق لكن هناك أمر لافت دعنا لا نغفله قبل أن نجيب على سؤال وما طرحته أمريكا أن غياب الكتلة الرئيسية النارية التي سيطر عليها السوار وهنا أتحدث عن كلية المدفعية التي تضم الكتلة النارية الأقوى وكتيبة البيانات المتواجدة ما بين كلية التسليح وكلية المدفعية والتي كانت تؤمن للنظام السيطرة النارية على مسافة أربعين كيلومتر من مدرسة المدفعية غياب تلك الكتلة كان عبر التعويض بالقصف الجوي إن كان لنظام الأسد أو لطيران الروسي لكن أن يتم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا القنابل العنقودية مساء الأمس تم استخدام القنابل الفوسفورية فوق مدينة إدلب تم استخدام الأسلحة الكيميائية اليوم في خان العسل منذ ثلاثة أيام تم استخدام الغازات في بلدة سراقب إذن نحن أمام عملية إجرام وانتقام من الشعب السوري طيب هذا يتبنى الدوري الإقليمي والدولي أستاذ حالب عددا لكثير من الوقت بالتأكيد معركة حالب ليست سهلة المعارضة السورية قالت يوم أعلنت عن معركة حالب أن الهدف الاستراتيجي المتمثل بتعرير حالب وضعنا له ثمانية أشهر للتحقيق حققنا الهدف العملياتي الأول كان مقدرا له خمسة وثلاثين يوم فأنجزنا في ستة أيام نحن الآن أمام عملية حشد من الطرفين وصل أكثر من ألفين مقاتل من حسب الله طائرات الشحن تأتي من طهران إلى مطارات حالب نظام الأسد يحشد بقية الجبهات والمعارضة السورية أزل تحشد وبالتالي نعم معركة حالب لن يتم حسمها في الأمث القريب وهي معارك استنزاف قد تمتد لأشهر وأشهر طوال شكرا شكرا جزيلا لك العميد أحمد رحال كنت معنا مباشرة من إستنبول المحلل العسكري وستراتيجي وشكرا موصول إليكم الأسد الياس فرحات الخبير العسكري وستراتيجي والعميد المتقاعد كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت والشكر موصول إلى الأسد رامي عبد الرحمن رئيس المرسد السوري لحقوق الإنسان كان معنا من كوفنتري في بداية هذا الحوار الشكر لكم مشاهدي كرام على حسن وكرم المتابعة الملف الثاني في المساء يأتيكم بعد فاصل القسي